السلام عليكم ومرحبا بكم مع سومية من قناة وصفات ايطالية اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم حلوات الكريمة المقلية هي حلوة ايطالية وكيسميوها بالكريمة المقلية لانها على شكل كريمة كتصوب بالحليب ومن بعد كتتقلة بالزيت الآن غادي ندزل المقادير وطريقة التحضير ديل هاد الحلوة الرائعة كيف ما ستشوفوا معايا في المقادير ما كينش شي حاجة كثيرة بزاف عندي السيطرو ديل الحليب وعندي المايزينة غادي نستعمل من هجوج مع القبار عندي هنا ينس كاس ديل الدقيق ديل فورس وكاس ديل سانيدا كاس ديل العنبا ثلاثة ديل أصفر البيض وغادي نحطها في ضوب البيض ديل البيض غادي نحتاجوه من ينبغيون نقلي الحلوة ديلتنا عندي هنا قشور ديل الليمونة وحدة وعندي لشاب بيغ ممكن نستغنو عليها ونستعملوا الدقيق فقط يعني باش نقلي غادي نحتاجوه من بعد باش نقلي الحلوة ودبا غادي ندوزو لطريقة بتحديه اذا اول حاجة غادي نديروها غادي ناخدوه السيطرو ديل الحليب دينا وغادي نضيفو له القشور ديل الليمونة وحدة وغادي نشعلو عليه وغادي نديروه باش يفيد وغادي نديرو فيها ثلاثة الاصفار ديل البيض ومن بعد غادي نضيفو ليهم غادي نحرقوهم زيان وغادي نضيفو ليهم سانيدا بالنسبة لسكر سانيدا ممكن نستعملوا حتى نصف كأس بالنسبة الناس اللي ما كتعجبهمش الحلوة بززاف وممكن نديروه كتر من كأس بالنسبة الناس اللي كتعجبهم الحلوة هي يعني وخات جي شوي يمسوسة هاد الحلوة جرائع ومن بعد غادي نضيفو ثاني الدقيق اللي قلنا نتسكس ديال دقيق ديال العنبا وكن نحرقو مزيان ومن بعد ما تنحرقو ثاني نعودو تنضيفو جوج مع القوكبارين ديال المايزينة وكن نحرقو مزيان كنستمرو بتحريك حتى كنحصلو على واحد الخالط متجانس ومن بعد ما كان نحصلو على هاد الخالط هادا دا بتنصفو عليه الحليب اللي كنا فيه يدناه من قبل وخلينا هيرتاح واحد جوج دقايق كنكبو عليه ذاك الحليب ومن بعد تنحرقو كنحاولو ما نخليوش يعني يتبرقق كنحرقو بواحد الفرشيطة ممكن نستعملو الطراب اليادوي لكنا متوفر عندنا وتنستمرو بها الطريقة هادا حتى كان يعني كان تجانس الخالط كامل ذاك الخالط مع الحليب كنستمرو تنبقى نحرقو وما نخافوش وخاتي يبلينا الخالط بحال هكا بحال المبرقق كنستمرو في التحريك حتى كنحصلو على الخالط يكون بحال هاد طريقة هادا بحال هكا خاتر كنعنى مربعا مصدر كنصافا شطه كنرفش فيه الميكا هذيك الميكا دي الغذائيه يعني الخاصة بالطعام كنحصلون بحال الطريقة هادا ومن بعد كببو الخاليطة دينا بالكريمة كنكبوها فوقو كنسرحوها مزيان اذا كنحاولو كنسرحوها في الطبق ومن بعد كنخضعو الثاني واحد طرف آخر دينا الميكا وكنديروه من الفوك وتنحاولو يعني تنغطيو بيه ذاك الخاليط وكنبدوو تنضغطو عليه باش يعني ولي مقاد بحالي كنقرسو الخبز حتى كي يولي مقاد مزيان ومن بعد مني كنسرحو يعني نضغطو عليه كنخليوها كتبرد على برا دي للتلاجة لمدة نصف ساعة اولا ساعة كاملة ومن بعد كندخلوها عودتاني للتلاجة حتى كتشد مزيان فراسها ومن بعد عادة سنجبدوها باش نقطعوها ودابا من بعد ما بردت لنا يعني القريمة ديالتنا انا حاولت يعني تسرعت شوية يعني جبتها ما خليتهاش تبرد مزيان ما زال ما شداش فراسها مزيان غادي تحاولوا تخليوها وقت طويل في التلاجة يعني على الاقل واحد نصف ساعة في التلاجة ولكن في نصف الوقت ما تدخلوهاش للتلاجة حتى تبرد مزيان باش ما تخسروش التلاجة ديالكم يعني ما ناخدوش الحاجة بقصخونا بزاف ونخشوها في التلاجة لأنه غادي نخسرو التلاجة انا يعني مع التصوير ويعني وبويت نصور حاولت يعني تسرعت شوية ما خليتهاش بزاف ديال الوقت في التلاجة ثم نقوم 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 بزافة بزافة كمزيان نبدأ هذا الزق ونحوزه كل مربع بدوح نرمجه في دقيق نستعملنا الدقيق يعني الابيض من الدقيق دي الفرس اذا كيفما كتشوفوا بهاتطريقة هذي كنا نرمجه في دقيق وكيفما قلت انا تسرعت بزاف يعني بنسبة ليكم الى خليتها وقص طويل في التلاجة غادي تجي النتيجة حسن من هكا غادي تكون شاد دفرصها مزيان ومن بعد مسالينا الكمية ديتنا كاملة ديت القريمة قطعناها ومرمغناها في الدقيق كتولي بهات الشكل هذا وعندي دابا غادي نعود نرجع الابيض البيض غادي نتربهم زيان وغادي ندير الاشاة بغفو حتى بصيل وغادي نكمل الخدمة ديالتي اذا اول حاجة اخذو اول مربع ديالكريمة اغطسوه في الابيض البيض ومن بعد كان مرمغوه في الاشاة بيغ او اللف الدقيق اللي ممتوفرش عنده لاشاة بيغ في الدار ممكن يستعمل غير الدقيق ومن اللي كان ساليه ومن اللي كان مرمغوها في الاشاة بيغ دابا غادي ندوزو باش غادي نقليوها اذا كان اخذو واحد المقلات يكون غارقة واحد شوية وكان نكبو فيها واحد كميه لا بأس بيه من السيت ديال القلي نخليوها التكا تسخن مزيان ومن بعد كان بدو نقليو في الحلوة ديالتنا ومن بعد كان بدوو نقليو في الحلوة ديالتنا إذا من بعد ما طابلنا من التحت نحاول نقلبهم باش يطيبوا من الفوق نستمر من نص الطريقة حتى نكملوا الكمية الحلوة كاملة اشتركوا في القناة كانت تمنى انكم تجربوها وكانت تمنى ان شاء الله الوصفة دياليوم تكون نالت لإعجاب ديالكم ما تنساوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة مع تفعيل جرس باش يوصلكم كل جديد وإلى اللقاء مع فيديو آخر ان شاء الله